اكد عدد من اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى والنواب بان المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى والذي ارسى دعائمه ميثاق العمل الوطني رسم ملامح مستقبل العمل البرلماني التشريعي في ظل مبدأ الشفافية والعدالة بطني بحريني بامتياز نقل وساهم في نقل البحرين نقل نوعية وضع البحرين في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة الحمد لله يعني هذا طبعا كلها فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل ودعم جلالة الملك المفدى الذي يؤمن بأن البحرين مكانه الطبيعي تكون في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا ميثاق العمل الوطني هو يعني ارسل كثير من المبادئ والاسس ونظم المؤسسات الدولة بحيث ان احنا لدينا الان مؤسسات نفتخر فيها وفعلا يعني احين البلد قاعدة خطت خطوات حسب ما نص عليه ميثاق العمل الوطني سواء كسلطة تشريعية او مؤسسات اخرى مثل المؤسسات الحقوقية او مؤسسات رقابية واليوم انا طبعا اسعد بكثير لما نشوف احنا اليوم الدور اللي هو مناطبة سلطة تشريعية في البحرين والدور اللي تكون بها سلطة تشريعية اليوم كجزء اساسي من ميثاق العمل الوطني الذي جاء نتاج الى المشروع الاصلاحي من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى ونرى اليوم الدور اللي ساهمت فيه السلطة تشريعية سواء في المجالات السياسية المجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية من حيث سن التشريعات المناسبة والتي اتت متوافقة تماما مع هذا الميثاق واتت ايضا متوافقة مع رؤى جلالة الملك بالنسبة الى ما يخدم المواطن البحريني يعني احنا نتكلم ان هذا اليوم يوم انصار الميثاق غيرت شكل البحرين بشكل عام غيرت القوانين في البحرين غيرت التشريعات في البحرين غيرت الرقابة في البحرين عكست على تطورات كثيرة يعني اوجدت فرص اقتصادية اوجدت فرص تجارية اوجدت فرص عمل ترجمة نانسي قنقر